أروح لأستاذ محمد عادل بشمهندس محمد عادل المشرف العام على فريق كرة القدم أو قطاع كرة القدم بنادي المؤولين تحياتي لك يا بشمهندس أهلا نعم أزايك كبش تحياتي لحضرتك وكل سنة أنت طايب ودائما متقلق ربنا بارك فحاجة ربنا شليك يا بشمهندس طيب قبل انتبع معنا رامي طبعا واحد من أولادكم رامي سعيد طبعا رابك وحيد ربنا خليك يا بشمهندس ربنا خليك يا بشمهندس بشمهندس عايز أخذك في جزء طبعا بعد ما رحبنا بالنوم ايه بعودة الدورة نادي المؤولين ورأيه فهذه جزئة وضعي بص بص يا كابتن محمد طبقا الكلام اللي بتقال انا لازم نتفق الأولى لحاجة مهمة جدا القرار هو قرار دولة وليس القرارات قليل تمام؟ لازم نكون الموضوع ده واضح جدا ولكن احنا بنجد رأيي دلوقتي ان الامور بقى ازادت قوي والكلام الاحترازي اختلف كتير جدا وممكن التكلفة تكون عالية جدا ومندارش ندي قرار دلوقتي في ظل اللي بيعصل ده احنا كنا مؤيدين طبعا الاستمرار الدوري لان انا بتكلم ان دي منظومة مش منظومة اللعيبة بس لأ دي اه صنع فيها اعلام وفيها اعلام مرء وفيها اعلام مرء وفيها مهدين وفيها مخللين وفيها ناس متخدم على الدوري موضوع كبير يعني موضوع اللعيبة فقط وكون لصالح الجميع للامور تستمان ولكن بظل الظروف الحالية لازم نعرف الاول تكلفة اللي عملت انتقال دي من الصعب جدا على اي نادي بظل لازم نكون منطقي اللي هتحمل ادي تكلفة قال الدولة هتحملها طب العزان تشعمل هتحملها طب لو هم هتدولة هتحمل طب ليه برضو نغامر بالمبالغ دي كلها واحنا لسه على عتاب موسم جديد حايمكن تبقى نفسي التكلفة الموضوع محتاج يعني صلاثة متعادية هل تم التواصل مع تحاد الكورة أو تواصل حتى ودي ما بين الأندية ووزارة شامل رياضة والاتحاد المصري أكيد فيه كلام بيحصل خارج في الكواليس يعني باش مهندس بخصوص العودة والكلام حادك بتقوله من ستتحمل هذه التكاليف حصل الكلام ده ولا ما تترقتوش لجزء زي كده لا مع الكلام ده مع أنا بقولها لك مجموعة الاتحاد أو اللجنة الخماسية لا تتحدث في هذا الموضوع لأن برضو أنت النهاردة بتتكلم كل دي لما بتتكلم ولا ديش عاد نحن لسه ما قلناش إيه الوزارة ما قررتش إيه يعني محدش بيتكلم في هذا الموضوع كله متجنب الحديث فيه وليه لأن ما فيش وضوح رؤية لهذا الموضوع لكن الكلام اللي بتقال أو الظروف اللي هتعتمه لأ حيبقى فيه تكلفة كبيرة وأعتقدش نائية عندنا هل دي أتحملها وأنا برضو بقول طب لو بجروري التكلفة بتحملها الدولة ليه كمان وليه الآن مقارات من الموسم خلص بقى ورغم أن أنا كنت معيد الاستيناس مكان في ظل الظروف صعبة دي مقدرش أقول إن أنا فعل في حد أقدر على التكلفة دي ما مكان طيب بشو عنص نادي المؤولين واستعداده سواء بقى يعني دوري استكمل أو السنة الجاية صفقاته ما هو الجديد عند نادي المؤولين للفلاد؟ لا هو بالنسبة للصفقات نحن مكتفين بالأعداد اللي موجودة ما فيش أي أفاق سمك دي إن شاء الله ولكن الأعداد مستمر باش في البيوت يعني فيه عن طريق برنامج بيتابع الكابت النائمات كل يوم الفريق بيأدي تمرينات مع مدرب اللياقة الكلام ده من رمضان الحياة وما زال مستمر يعني يعني كله بيتابع في مواعيد معينة كل الفريق بيتابع تدريبات اللياقة المحافظة على الأقل على حل الأز الحد الحد من اللياقة اللعيبة لأنه مدر طويلة قوي طيب باش مهندس طب لو الدوري يعني تم يعني ماستكملش موقفكم فكرة الاشتراك في دوري الأبطال كفريق موجود في المركز التاني ده هذا طبيعي زادت عايز النهاردة تلوغي الدوري ويمكن ده الأساس بنتكلم فيه أنا طالق التاني النهاردة أو مازالت الموجود التاني خلاص يعني لأ وبعدين أنه هو فيه كلام يعني كتير في هذا الموضوع وفيه تقييم يعني أصلا هما الأربعة اللي في الجدول آه أهل وزمالك وبرامد والمعاولين الفرق السرادي المصري مع المعاولين يعني يعني الفيفا بتقولك القهرة يا باية هتقدر المعاولين يكمل واستمر آه معاولين تالت نادي في مصر وصولها عن طرات وصولات أفريسة ليه باع فيها باع كمال كبير جدا وليه السمعة طيبة في في هذا المجال آه أنا بشاب ندحق أنا صابت في السنة دي مصاريف جامدة الوصول لأذا الكلام مش في السنة دي بس أنا بستق بيبردت الكلام دي أنا نشرتين ده بس أن في يوم الأيام أبقى في القرابة وبس أن أفريق طيب طيب تموحك كده طبعا طبعا مشكورك أبا شمهندس مشكورك وودك معنا ديما بسونا له حاجة يعني شرف لينا طيب حضرت